خلينا ننطلق مباشرة لقراءة المشهد اللي ربما حضركم متابعين اهم متغيراته هو الوقف او الاتفاق على وقف اطلاق النار اللي حصل على صعيد العدوان الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية واللي الناس اجتمعت عند قراءتها لتفاصيل وبنود هذا الاتفاق دكتور عبد حليم على ان الميزة الوحيدة الوحيدة هو ان يتلفز اللبنانيون قليلا اما عن ضمانات او عن استعادة حقوق او عن اي فرصة للبنانيين في ان يأمنوا شر الكيان الصهيوني فهذا غير منصوص عليه وغير كمان موثق بناء على الشرط اللي بيتحط دايما وهو حق الطرفين في الدفاع عن النفس يعني اما انها الاتفاق الاخير بلا ضمانات هذا صحيح اوه اما ان اسرائيل منذ قبل نشأتها منذ وجود العصابات الصغيرة هنا في فلسطين كانت تعتدي بصورة دورية على لبنان فهذا صحيح ايضا يعني في سنة 1936 زمن ما يشامونه الثورة العربية الكبرى في فلسطين جرى اعتداء اسرائيلي ومجزرة بشعة في قرية في جنوب لبنان على قرى الحدود اللبنانية قرية اسمها حولة موجودة على تلة مرتفعة تكرر هذه المجزرة ايضا في عام 1949 بعد توقيع اتفاقات الهدنة بين كيان اسرائيلي والدول العربية المحيطة تكرر ايضا فيما بعد في الستينيات وفي اكتيحات واسعة النطاق في سنة 1978 في سنة 1981 وفي سنة 1982 وهذا اشهر حين وصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الى بيروت واخرجت منظمة التحرير الفلسطينية وقتها من بيروت في سبتمبر في ذات العام وجرت مجازر هائلات قد نذكر منها مجزرة صبرة وشتيلة صحيح كل هذا جرى قبل وجود شيء اسمه حزب الله ما اريد قوله ان القضية ليست وجود حزب الله او غير وجود حزب الله مفهوم الشهية مفتوحة دائما للاعتداء على لبنان بظن انها دولة ضعيفة جيشها محدود وانه في مطامع قديمة تبقى للتصورات السهيونية انه من الافضل ان نمد الارض التي نسكن عليها الى نهر اللطان واحيانا الى نهر الاولي الذي يقع في شمال نهر اللطان انا اريد ان انبه لانه المصريون عموما حين ترد اليهم انباء الدول العربية الاخرى ياملون الى الممثلة يعني الى تصور الوضع في هذه البلدان كأنه الوضع في مصر في غير ادراك للخلافات والفوارخ الجوهري اهم فوارخ الجوهري ان مصر دولة من قديم الزمان وعلى حدودها تقريبا الحدود الحالية واشبه بقبضة يد لا تنفكأ صباحا الى ان يرس الله الارض ومن عليه اما هذه الدول الاخرى فدول نشأت حديثا جدا ونشأت الى الشرق بالذات طبقا لما يسمى اتفاق سايكس بيكو وزير خارجية البريطانية ووزير خارجية الفرنسي وبالالم والمسطرة بين مناطق النفوذ الفرنسي ومناطق النفوذ البريطاني وكانت فلسطين تقع ضمن مناطق النفوذ البريطاني الى انقامة هذه الاسرائيل فالفكرة انه انصر حزب الله مش هو الدافع مش هو المحرك للعدوان الاسرائيل شهية اسرائيل مفتوحة دائما للعدوان على ما حولها وعلى لبنان بالزد كما دلت كثرة الحوادث الاتفاق الاخير هو اتفاق لوقف اطلاق النار في الاساس هو يطبق ما يسمى القرار 1700 واحد الذي توقفت بموجبه حرب تموز 2006 حرب يوليو 2006 حرب يوليو 2006 انتهت الى هذا الاتفاق يعني بمعنى اكثر وضوحا لان الناس يمكن بتقادم الزمن 18 سنة تنسى هي نفس النصوص ما عدا اضافتين الاضافة الاولى تشكيل لجنة مراقبة خماسية مكونة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان واسرائيل وقوات اليونيفيل الموجودة بالمناسبة في جنوب لبنان منذ ما قبل حرب 2006 بزمن طويل لانه اخجرت مواجهات كبرى سنة 1993 وسنة 1996 وطبعا تحرير الجنوب في سنة 25 مايو 2000 ثم حرب 2006 ثم الحرب الاخيرة حرب 2024 ففكرة الاتفاق على ان ينسحب حزب الله من جنوب الليطاني ونسحب القوات الاسرائيلية من الاماكن التي وصلت اليها في الجنوب هي فكرة مقررة نسخة طبق الاصر من اتفاق الفين هو تأكيد المؤكد وستة لان البعض يتصور انه فكرة انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني دي فكرة جديدة هي ليست فكرة جديدة اتنين انه هذا الاتفاق قابل لاستقرار هو ليس قابلا لاستقرار لان اتفاق اضطرار اتفاق اضطرار ليه اسرائيل ببساطة اضطرت الى هذا الاتفاق ليه ليه نحن نحتكم هنا الى تصرحات نتنياه نفسه حين وقع هذا الاتفاق ماذا قال قال اشياء كثيرة اهمها اشياء من نوع ان كده حزب الله خرج من وحدة الساحات فنستفرد بحركة حماس في غزة او ان احنا نريد ان نتفرغ لمعارك اخرى منها المعركة مع ايران لكنه ذكر في النص السبب الحقيقي قال نريد اعادة انعاش الجيش طبعا جيش الدفاع الاسرائيلي او جيش الاحتلال يعني ايه اعادة انعاش بمعنى اعادة تسليح واعادة ملء مخازن السلاح والى اخره مفهوغ حتى على المستوى المعنوي حتى لجنوده طبعا في حرب لاكثر من عام على الجبهتين فده السبب الجوهري ومن ثم سعت اسرائيل سعة بن يمين نتنياهو لدى واشنطن لانه الحقيقة الاثنان شيء واحد كما اكدنا في كل وقت وتمثل ذلك في ابتعاس اموس هوكستاين او هوكستاين على نطقين نطق العبري ونطق الانجليز وهذا الرجل ببساطة ضابط في الجيش الاسرائيلي وفي نفس الوقت مبعوث واشنطن لاعادة اقرار 1701 طبعا انا عايزا ارجع بس قبل الاخ وكستاين فكرة الانعاش اللي كان حريص نتنياهو عليها وكانت واحد من اسباب موافقته على وقف اطلاق النار بس هل اسرائيل ونتنياهو لم يدركوا ان الانعاش ده بروحين وهو برضو انعاش لقوة حزب الله ولولما اجرحهم ومحاولة لاستعادة ونظيم الصفوف هنا اريد ان انبه لنقطة مهمة جدا نص القرار 1701 في 2006 بعد نهاية حرب يوليو تموز على اجلاء قوات حزب الله من الجنوب واحلال قوات الجيش اللبنان الرسمي نفس النص لكن هل فعلا اختفى حزب الله من تحت خط الليطاني الليطاني هنا علينا ان ندرك انه ليس خط المستقيم انه هو خط متعرج بحيث في مناطق معينة بين وبين ما يسمى الخط الازرق الذي تحرس قوات اليونيفيل احيانا ثلاثة كيلو احيانا خمسة كيلو احيانا ثلاثين كيلو بحسب امتداد خط الحدود او الخط الازرق 120 كيلو مترا اتنين حزب الله ليس موجودا وجوده ليس مرئيا وجوده ليس مرئيا يعني بمعنى لديه انفاق ولديه 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 فكرة ان احنا ها دي الدبابة تابع حزب الله دي العربة دي المنصة تابع حزب الله هياخدها الجيش اللبناني يا فكرة عبثية نعم ثلاثة تصور حدوث صدام بين حزب الله كما تسأل اسرائيل او كما سعت من قبله وبين الجيش اللبناني هي فكرة غير قابلة للتحقق ليه ليس لمعاني خيرة مسائل تتعلق بتركيب الجيش نفسه لبنان نظام حكمه العجيب كما نعرف مبني على توازن طائفي دقيق بين 18 طائفة بينها اربع توائف كبرة ومن ثم فكرة مما يوازي منصب المدير العام في الاجهزة المدنية في الجيش ايضا صعودا لابد ان توزع المناصب داخل الجيش بين الضباط بحسب التركيب الطائفي